دات النادي الاهلي مع مرسلنا العزيز محمد توفيق من اهلي الجزيرة صباح الفل عليك واهلا بيك صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند برحب بكم كل مشاهدة قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد وعشرة صبح في الاهلي ومعاكم من اهلي النادي الاهلي بالجزيرة عشان نشوفه نعرف اخر الاخبار يعني امكان بنبتدي بالجغرافيا كده ومع اقتراب رحيل فصل الصيف وقدوم فصل الخريف لكن الجو دايما بإذن الله ربيع في النادي الاهلي كان درجة الحرارة حالا دلوقتي 30 درجة مقوية نسبة الرطوبة 37% سرعة الرياح 23 كيلو في الساعة يعني بنقول كمان الكسافة داخل النادي الاهلي بشكل اكثر من رائع يمكن معظم الحضور من كبار السن اللي كانوا حرصين على تناول وجبة الافطار وتناول وتجازو اطراف الحديث هنا سواء في المبنى الاجتماعي او في الحديقة المقابلة للنادي الاجتماعي وكمان الاسر اللي موجودة بجوار حمام السباحة لمتابعة تدريبات ابنائها سواء على حمام السباحة او في الصالة المغطاة كان فيه تدريب للبراعم موليد 2005-2006-2007-2008 ان شاء الله نمتوقع بانجوم المستقبل في النادي الاهلي يمكن لو هنتكلم كمان على الاعضاء اللي لسه في البيت بيتفرجوا علينا بنقول لهم يعني تعالوا النادي الاهلي سيولة المرية في الشوارع المحيطة بالنادي كلها كويسة يمكن هتوصلوا في وقت كويس جدا للنادي الاجواء في النادي كويسة جدا اكيد هيفوتكم كتير لو ما كنتوش موجودين في النادي الاهلي النهاردة في زل الأجواء الرائعة دي طالما تكلمنا عن الجغرافيا نتكلم عن التاريخ ويمكن في حضر التمثال الرحل العظيم من خلفنا صالح سيديم احتفل النادي الاهلي واعضاءه وجماهيره اول امس 11 ستمبر بالذكرى التسعين لمولد الرحل العظيم الكابتن المايسترو صالح سيديم من اتمناله الرحمة ويا رب كل محبينه يصيروا على مبادئه وعلى خطاة فيما يتعلق بالأحداث الجارية يمكن الحالس الأبرز في النادي الاهلي ويمكن الاستحوذ على يعني معظم الأحاديث هنا بين الأعضاء ده ما فيش شغل شغل غير هو في الموضوع دوت هو اللفطة الطيبة اللي عملها نجمنا المصري محمد صراح لعب ليفربون يعني امبرح مؤذرته المؤمن زكريا ومسندته ليه بعد احرازه للهدف الثالث ليه هاتريك امبرح بامباركله يمكن احتفل بنفس طريقة مؤمن زكريا وأشار بالرقم 8 اللي مؤمن زكريا بيرتديه في النادي الاهلي يمكن مصر كلها بيتفخر بمحمد صلاح ومش غريبة على محمد صلاح ولا جديد عليه المواقف الإنسانية اللي بيعملها خاصة مع زميل ملاعب زي مؤمن زكريا اللي بندعيله كلنا يا رب بالشفاء وتجاوز المنحة المحنة اللي هو فيها الصحية يمكن كمان حساب النادي الاهلي الرسمي على تويتر أشاد بمواقف صلاح امبرح وغرد على حساب النادي الاهلي بقوله محمد صلاح هو الوجه المشرقة للرياضة المصرية ويمكن كمان حديث العالم كله مبارح كان على مؤمن زكريا اللي الناس كلها كانت بتبحث عن سر احتفال محمد صلاح بهذا الطريقة فحساب ليفربول الرسمي كتب وغرد ان محمد صلاح بيقازر زميله وفي المنتخب المصري لعب النادي الاهلي مؤمن زكريا ويمكن عمل منشا لمؤمن زكريا اللي بقى حديث العالم يا رب بندعيله كلنا بالشفاء ومنتظرين مواقف جيدة من كل المحترفين المصريين مش بس محمد صلاح يمكن على سبيل اخر الاخبار داخل النادي الاهلي هنا يمكن عقد بالامس العميد محمد مرجان المدير التنفيذ النادي الاهلي اجتماع مع مدير الفروع السلاسة بمقارات النادي الاهلي هنا في الجزيرة ومدينة ناصر والشيخ زايد يمكن الاجتماع تطرق ان العميد مرجان طرح الرؤية المستقبلية او الخطة في الفترة القادمة والاستراتيجية اللي هشتغل بها الادارة التنفيذية في النادي الاهلي تزامنا مع وعدة الحياة لطبيعتها وبدء استقبال النادي الاهلي لأعضاءه بكامل طاقته الاستعبية كمان تم في الاجتماع منقشة التقارير اللي جابها مدير الفروع السلاسة معاهم عن الاجراءات الاحترازية والاجراءات اللي اتبعت الفترة اللي فاتت لمواجهة فيروس كورونا داخل النادي الاهلي بفروعه التلاتة كمان اكد العميد مرجان بعد انتهاء الاجتماع انفضوء رؤية مجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماعات بتنتمي بطريقة دورية ومتتقاربة في الموعيد لمتابعة دايما اي حدث طريق داخل النادي الاهلي وكمان اتأكيد للمجلس الادارة على حرصه على تلقي مقترحات الاعضاء وحل اي مشكلة بتظهر بشكل سريع كمان يمكن النهاردة الادارة الهندسية في النادي الاهلي استغلت فرصة ان فريق كورو موجود في معسكر برج العرب وعمل صيانة دورية للملعب يمكن الملعب كان فيه بعض من تتابع التدريبات مفيش اجازات الفترة اللي فاتت فالادارة الهندسية النهاردة بتجري الصيانة في ملعب مختار التتشي هنا بالجزيرة ان شاء الله عشان يكون جاهز لاستقبال الفريق بعد عودته من الاسكندرية نروح بقى لاخبار الفرق الرياضية ونبدأ بفريق قرة القدم الفريق الاول للنادي الاهلي يمكن الفريق زي ما شفنا المباراة الماضية عمامل اسماعيل اول امس الفوز بنتيجة كبيرة 3-0 الوصول لنقطة 71 الاقتراب من التتويج باللقب الساني والاربعين يمكن ان شاء الله الفريق النهاردة في معسكره برج العرب بيؤدل مران الاساسي يحيب على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب اللي هيحتضن المباراة ان شاء الله في تمام السامنة والنصف بين الاهلي والاتحاد في ايطال مباراة الاسبوع السبع وعشرين ان شاء الله تكلل مجهودات اللاعبين والجهاز الفني وانفرح جماهير النادي الاهلي في كل مكان بالفوز ان شاء الله على الاتحاد والوصول للنقطة 74 وتكون نقطة التدويج بالدوري واللقب الساني والاربعين ليعود لقب الدوري او درع الدوري زي ما نقول لما كانه المفضل بالنادي الاهلي بالجزيرة نروح كمان لفريق تنس الطولة رجال مبارح اللي فاز بالدورة المجمعة الاولى واللي اقيمت بالاسماعيلية واختتمت فعالياتها بالامس يمكن النادي الاهلي لعب سبع مباريات الساعة مباريات كلهم النادي الاهلي فاز بالنتيجة واحدة يا 3-0 النادي الاهلي مخسرش ولا شوت ولا الدورة فاز على طنطة والمعادي وحوار المنصورة وسبورتنج وكمان في الختام مبارح كانت ظهرا كان في مباراة امام نادي الزمالك والنادي الاهلي احرص فيها الفوز بثلاثة اشواط كاملة مقابل لشيء للزمالك وفي مساء امس فاز على امبي بنفس النتيجة 3-0 يمكن كان نجوم الاهلي في الدورة المجمعة الاولى هو سيد لاشين ومحمد البالي ومحمد شمان نجوم النادي الاهلي نروح من تنس الطاولة وفريق الكرة الطائرة والمسترز زي ما بيطلق عليهم يعني فريق الكرة الطائرة اول امس نجح في التتويق باللقب الثاني والثلاثين والثالث على التوالي للدوري المصري للكرة الطائرة كابتن محمود الخطيب كان حريص على تهناية الفريق والاشادة بروحهم العالية داخل الملعب خاصة بعد توقف فترة كبيرة الفريق كالعادة هو بطل كرة الطائرة في مصر فريق النادي الاهلي ويمكن كمان زي ما بيقول ده اللقب الحادي والثلاثين للعابنا الكبير احمد صلاح يعني احمد صلاح احرز بمفرده مع النادي الاهلي واحد وثلاثين بطولة عشر بطولات للدوري عشر بطولات للكأس ست بطولات افريقية وخمس بطولات عربية وده اعتقد رقم صعب جدا احد ينافس احمد صلاح عليه خاصة ان احمد صلاح كمان في جعبته واحد وخمسين لقب من الباقيين بقى مع المتخب وفي رحل احترافه في تركيا او في الهلال السعودي يتبقى للفريق مباراة اخيرا ان شاء الله بكرة في السادسة مساء امام نادي الزمالك على الصلاة المغطاة لاستاذ المقولين العرب نروح لفريق انسات كرة اليد والانبارح حقق فوز بنتيجة 26 مقابل 20 امام سبورتنج ويتبقى له مباراة اخيرا ان شاء الله يوم السلساء امام الشمس اللي ان شاء الله تكون التحقيق الفوس بيها كافيل بتحقيق بطولة الدوري للنادي الاهلي بقيادة كابتن يحي يوسف المديري الفني للفريق دي كانت ابرز اخبارنا وكوالسنا هنا في الداخل النادي الاهلي بالجزيرة الكلمة نيك الكريم احنا بنشكرك زي من العزيز محمد توفيق مراسل قناة النادي الاهلي شكرا جزيلا